يبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم طبعا البيع يعني كل العمل التجاري لا واحد يقول زين أنا ما عندي بيع عندي إيجارة الله نهى عن البيع ما نهى عن التأجير مثلا عندي باس أريد أجرها عندي غرفة أريد أجرها أو لا عندي معاملة مضاربة الآن باتفق يا واحد أعطيه فلوس حتى هو يروح يشتغل بأموالي والقرآن إنما نهى عن البيع لا البيع عنوان من عناوين المعاملة والانشغال بالأمور الدنيوية لا خصوصية فيها يعني ما واحد يتصور أنه البيع ممنوع بس الإيجارة ما يخالف البيع ممنوع بس المضاربة ما يخالف كلا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويذكروا بحادثة حصلت من المسلمين طبعا هذه الحادثة فيها معاني كثيرة من معانيها أن ما يدعى مثلا من عدالة الصحابة جميعا الذين كانوا مع رسول الله هالآية تخدشها طيب تركوا ثربهم القرآن الكريم وابخهم القرآن الكريم تحدث عنهم بشكل غير مناسب وذولا ما كانوا جايين من أماكن أخرى لا كانوا نفس أصحاب النبي قضيتهم أنهم في ذلك الوقت الذي كانت صلاة الجمعة واجبة عينا على الإنسان في زمان حضور النبي محمد في ذلك الزمان كانت الصلاة صلاة الجمعة واجبة بوجوب تعييني الآن في عصرنا الحاضر الرأي المشهور أنها واجبة بوجوب تخييري تقدر تصلي الظهر وتقدر تصلي الجمعة ليس معينا ذاك الوقت كان معينا يجب صلاة الجمعة لمن كان قد بلغه النداء في المدينة واجبا عليهم ووراء رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هناك تاجر يأتي من الشام ببضائع سيتون عسل تين ما أدري كذا هل منتجات الشامية جاء والنبي يخطب والخطبة جزء من الصلاة صلاة الجمعة لا سيما في الحالة التعيينية بعد تصير الخطبتان بمثابة ركعتين ركعتان وخطبتان قبلهما فلما بدأ الهمس ترى تاجر الفلاني وصل هذا يقول خليني أروح ألحق قبل لا تنشر البضائع وذاك يقول خليني أخذ كمية أكبر وبعدين أنا أبيعها بالأسعار اللي أريده فبدأوا يتسللون واحدا بعد الآخر قال القرآن الكريم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قالوا عادة كان هذا إذا إجل هذا التاجر يصير دق ودرنقات وما أدري كذا وطبل وإلى آخر كنوع من الإعلان عن مجيئه فهذا اللهو ذاك التجارة وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة